من جهته أكد رئيس سنغالي ماكي سال على ضرورة التواصل لاتفاق بشأن سد النهضة يستند إلى التفاهم وتحقيق المصالح المشتركة وأوضح سال أن المباحثات مع الرئيس سيسي تناولت مناقشة مشكلات القارة الإفريقية وأكد على ضرورة أن يكون للقارة صوت واحد مشيرا إلى أن مصر دولة صوتها مسموع في كل أنحاء العالم وصفا إياها بدولة المستقبل تحدثنا عن سد النهضة وعن ضرورة التواصل إلى اتفاق بين الدول المتشاطئة لاستخدام أقصى وأفضل ويرتجز على التشارك بين الدول وقد هنلأت سيد الرئيس سيسي لزعامته التي تأتي في إطار الدول الأساسي الذي تلعبه مصر في إفريقيا وفي العالم بأسره إن مصر دولة حضارة قديمة لامعة إنها دولة محورية بالنسبة للقارة وصوتها إن مصر يستمع إليها بإنصاط وباهتمام بالغ إن مصر دولة المستقبل ترجمة نانسي قنقر